اشتركوا في القناة كل شي يقول وبالتالي هادو أخطأ شائعة في مجتمعنا خلصنا عرفو كيفاش نتعاملو معاها واننا ندخلوها من هادلودن اولا من الاحسن نوزهاي منورة ودنيك وما تدخلاش قاع العقلك افكار الاساسية باش انا ندخلو لهاد العلاقة الزوجية وحنا مرتاحين علاقة الزوجية ماشي مدى بزار وماشي شكل قوي وماشي فيها شكل غاي سير لاخر وشكل غاي وجه لاخر حنا في العلاقة الزوجية تنكملو بعضياتنا حنا ذك شي اللاخر ناقص عندو حنا تنزيدو نكملو هلي مفيهاش اللاش انني نشدك ونقول لك شوف غاتمشي على طريقي انا وغاتطبق ذك شي اللي بغيت انا وغاتمشي كما انا بغيت وإلا رغاتكل العلاقة الزوجية فشلة من الول اول لا ما تنسيش واحد الحاجة مهمة واللي بزار في البنات تغلطو فيها هي من اللي غنتزوج غادي نبدلو من اللي غنتزوج غادي تشانجا قاع وما غايفقاش كما كان هادي خطأ كبير لا توقعيش فيه حيث مجموعة دي الحوجات مش ضرورة نغيروها لكن ضرورة اننا نتعيش معها خطأ كبير توقع فيه بزارة دي الناس هوتي يقول لك شوف إلا كان تدفو عنا في العلاقة الزوجية خسل الآخر يدير لكن اسمح لي إلا كان عندكم خلل في العلاقة الزوجية خسل كنتي تديري أو اللي حتى انت تدير المهم اللي وعا وفهم هو يدير المجود باش أنه يصل لحديك العلاقة إلا كان شاء رجلك طيب تعصب فبتالي بتقوليش لي لا ما خصوش بقية تعصب وخصوه أنه يقول لي هادئ وكان تعلمي كيفاش انتي ما تديريش ذاك شلي غادي يعصبه كيفاش انتي ما تديريش ذاك شلي غايفتره هاد كلام ديالي ماشي غير المرأة حتى للراجل إلا كانتك مرتك عصبية فبتالي ما جيش عندي وتقولي يا أنا بغيت مرتك ما بقاش عصبية أنا بغيتها هي تبدل من رأسها حيث تبغي ما ولكنت تبغيها انت غا تبدل من رأسك علاقة بلها انت غا تشانجي من عاداتك من طريقتك من أسلوبك باش أنك تعيش في رفاهية وسعادة ضروري من أن كل واحد فينا يبدل مجهود وحيد لما خاوي في ديله من العلاقة حيث أكبر خطأ تنديره وأن تندخلوا بتوقوعات خيبة أنا خايفة لرجلي يغدرني أنا خايفة للمدرج لي تكون خيبة أنا خايفة لليستي تكون خيبة خايفة من بزاف دل أمور وفش نقوله في طاقفتنا أو في الكوتشينج تنقوله الخوف تعني توقعات سلبية والتوقع السلبي تعني شيئا سلبية كيف هاش فاش نقول لك أنا أو شنا نخاف أن عقوستي تردني خدامة عندها تنمشي للطرف تتقول لي يا عقوستي بشكل عادي جيب لي هاداك الكاس دلماء طريقتها في التكلم ممكن تكون طريقة عنيفة وهي بشطة درحتها مع ابنتها ندي تفهميها بالطريقة باش فهمتها أنا عارفو أن كل واحد سنة تربف بيئة مختلفة تربف بيئة مختلفة تماما على الآخر وبالتالي هادا ممكن يخلق نزاعات لكن خسنا نقدروهم إلا كانت عندنا سناء مكبرى بوحدها عند اباها أمها ومولدوها احتشفوا الولاد واحتشفوا أطباء ودروا بزاف دل الأمور تزوجت بحسام اللي هو عايش في عائلة كبيرة هم 25 في الدار هم أولاد أمامه أولاد أخواله وما إلى ذلك تخيني معي العلاقة بينتهم كي غا تكون إلا ما كانوا شرحة ماء بعضيتهم علاقة الزوجية مع مرها كانت مدوزة ولا مضربة علاقة الزوجية هي حب وعاطفة وأننا نعطيه للأخر باش نعيشوا كاملين مجموعين مرتاحين ونتنطلق بكم حلقة أخرى تنتمنى لكم سعادة الزوجية وأنكم يكون عرسكم أحسن عرس في الدنيا وطلوا في ريسكم وطلوا في الأزوج دياركم السلام عليكم